موسيقى أهلا لكم إلى هذه النشاة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى الريال الإيرانية عافى وسط إجراءات جديدة للمصرف المركزي تعزز سعر الصرف موسيقى تظاهرات في اليمن للتنديد بالسياسات الاقتصادية للرئيس هادي وحكومته موسيقى إعادة افتتاح معبر القنيطرة في الجولان المحتل والأهالي يساعدون شريان الاقتصادي لتصريف إنتاجهم موسيقى أهلا بكم استعادت العملة الإيرانية نحو ثلث قيمتها برغم اقتراب موعد تنفيذ العقوبات الأمريكية في الخامس من تشرين ثاني نوفمبر المقبل الأسباب والدللات في هذا التقرير لأحمد البحراني الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق نفطي وانشاء قنوات مالية مع الاتحاد الأوروبي وضخ العملات الأجنبية في الأسواق بعد أشهر من وقفه وفشل الإدارة الأمريكية في خلق أجواء دولية ضد طهران في اجتماعات نيويورك عنوين رئيسة وراء استعادة العملة الوطنية الإيرانية جزءا مهما من قيمتها في الأسبوع الأخير هذا في التحليل أما بلغة الشارع فإن أسبابا أخرى أيضا أسهمت في ذلك لا دخل للحكومة بانخفاض قيمة الدولار الآن ولو كانت قادرة على ذلك لكانت قد فعلت شيئا قبل مشاركة حسن روحاني في اجتماعات نيويورك ليقول للعالم إن العقوبات لم تؤثر فينا بعد إطلاق الصواريخ على الإرهابيين في سوريا تحسنت العملة الوطنية وهذا أمر لافد وبمعزل عن قدرة الحكومة على تثبيت الاستقرار في سوق العملات لفترة طويلة من عدمها فإنها توعدت سماسرة السوق بإجراءة قضائية حازمة على رأسها الإعدام بتهمة الإفساد في الأرض بعيدا عن أسباب تحسن قيمة التومان في الأيام الأخيرة وتدعياته الاقتصادية ومدلولاته السياسية فإن المشهد هذا يعكس أن التحركات الجماعية لشراء العملة الوطنية لا بد أن يعزز من قيمتها فالأمس في تركيا واليوم في إيران وقد وجه البنك المركزي الإيراني دعوة عامة لعدم شراء العملات الأجنبية بنية الربح والتجارة فالأيام القادمة ستشهد مزيدا من الإحباط لمسبب انهيار التومان أحمد البحراني طهران الميادين أكد وزير الداخلية الإيراني عبدالريضا رحماني فضلي أن اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي سيصدر قرارات مهمة تؤدي إلى غبوط أسعار العمولات والمسكوكات وأفدت وكالة مهر للأنباء بأن الاجتماع التمهيدية لمركز الإعلام والدعاية الاقتصادية مهمته ودوره نقل المعلومات الاقتصادية الصحيحة وأشار فضلي إلى أن اضطراب أسعار العمولات والمسكوكات غير واقعي وأن الأسعار ستهبت في المرحلة المقبلة وقع مسؤولون إيرانيون وسوريون مذكر التفاهم لبناء محطة إنتاج كهرباء وقال وزير طاقة الإيراني رضا أرد كنيان إن كلفة بناء المحطة تصل إلى 460 مليون دولار أو ما يعادل 400 مليون يورو ومقرها مدينة لاذقية على الساحل السوري إلى لبنان حيث أكد الخبير الاقتصادي اللبناني حسن خليل أن وضع الليرة اللبنانية مستقر حاليا وأن لا خوف على سعر الصرف لكنه دعا السياسيين إلى تنبه لمخاطر الواقع الاقتصادي اللبناني كلام خليل جاء عبر شاشة الميادين ضمن برنامج حوار الساعة يجب المحافظة على الليرة بأي ثمن بس مش لأنه مؤمن بالليرة أنا ولا مؤمن بضربة الليرة أصبحت جزء من نظامنا المالي مثلها مثل الدولار ما في فرق بين الليرة والدولار هذا اللي كان هدفي من الألفين كنت قلت لك إنه إذا عم تكتبوا بالدولار ب6% ليه تكتبوا بالليرة مدين ما أنتوا ما عم تدقروا سعر الصرف ما حدا بيكتب بالليرة بـ 25% وبتعطي بالدولار بـ 6% وهي زيتا بعدنا بنفس المنظومة نحن اقتصاد مدولر بامتياز الرواتب تبع القطاع الخاص كلها دولار بس الجريمة الكبرى اللي صارت وما ذكرتها هي أنه الضمان الاجتماعي اللي مربوط فيه مئات الأولوف من العائلات أجبرون النظام بالألفين وواحد أنه يكتبوا بسندات خزينة بالليرة يعني أي لا سمح الله خضر للليرة البنانية تؤدي إلى انهيار اجتماعي نحن يجب أن نحافظ على الليرة البنانية واستعمال ما لدينا من مخزون عملات أجنبية للحافظ عليها وأنا بأكد أنه هناك لدى البنك المركزي أي هجوم على اللي لبناني قادر على أن يحافظ أجرى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رائد خوري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري سامر خلي لبحث إعادة فتح معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن قال خوري لوكالة سبوتنيك إن الصادرات اللبنانية انخفضت بقيمة مليار ونصف مليار دولار ثلاث ست سنوات من الأزمة السورية ويمثل المعبر شريانا حيويا مهما للصادرات اللبنانية لأنه سلة الوصل بين لبنان والدول الخليجية وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن معبر القنيطرة الحدودي بين سوريا والجولان المحتل جاهز للافتتاح من الجانب السوري نائب قائد القوات البرية الروسية رأى أن افتتاح المعبر يعد هزيمة للإرهابيين في المنطقة لكونه سيمثل متنفسا وشريانا اقتصاديا لأهالي الجولان المحتل وتسبب إغلاق المعبر بخسائر كبيرة إثر توقف تصدير التفاح والكرز من منتجات أرض الجولان إلى الداخل السوري جابت تظاهرات غاضبة شوارع مدينة تعز جنوب غربي اليمن احتجاجا على انهيار العملة اليمنية وتنديدا بالترد الاقتصادي والمعيشي وقطع المحتجون شوارع رئيسة في المدينة ورددوا الشعارات المناهضة للحكومة وللرئيس اليمني منصور هادي ومزق صوره وبلغ سعر صرف الدولار نحو 750 ريال بفارق 70 ريال عما كان عليه يوم الاثنين في انهيار غير مسبوق وبعد انهيار الريال اليمني بفعل حصار التحالف السعودي امر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتقديم منحة إلى البنك المركزي اليمني بقيمة 200 مليون دولار وكالة الانباء السعودية قالت ان هذه المنحة تندرج في اطار اهتمام السعودية باستقرار الاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة وكان المصرف المركزي اليمني قد رفع الشهر الماضي سعر الفائد على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27% في محاولة منه للحفاظ على سعر الريال شل الإضراب الشامل في غزة العمل في جميع مؤسسات ومرافق وكالة الانروى التي أجلت عدد من موظفيها الدوليين بسبب تكرار حوادث ذات طابع أمني لعامليها وفق بيان صادر عنها لنا شهين إلى درجة التصعيد الخطر وصلت الأزمة بين إدارة وكالة الغوث واتحاد موظفيها إضراب عام في جميع مرافق الوكالة يومي الثلاثاء والأربعاء بعد أن أدارت إدارة الوكالة ظهرها للتفاهمات الأخيرة في آخر لحظة والكلام لاتحاد الموظفي الذي يؤكد أن إجراءات الوكالة تتجاوز الأزمة المالية جاء هذا الإضراب نتيجة تعنت إدارة الوكالة وأنها لا تريد أن تتقدم بأي شيء من الحوار في حل أزمة 956 موظف قامت بفصلهم قبل حوالي شهرين هذا التعنت برغم أن الأزمة المالية التي كانت تدعيها إدارة الوكالة أنها قد حلت بالفعل هناك أزمة سياسية وقرار سياسي موظفو وكالة الغوثي صب جام غضبهم على نائب مدير عمليات الوكالة وحاصروا سيارته فسارعت الوكالة إلى إجلاء عدد من موظفيها الدوليين بشكل مؤقت مؤكدة أن عدم توفر الحماية والأمان يؤثر على خدماتها الحيوية عملية الإخلاء المؤقت للموظفين لا تعني وقف عمليات الأونر والخدمات ستستمر كما هي نحن نطالب السلطات هنا بتوفير حماية أمنية فاعلة لموظفين الدوليين والمحليين وندعو إتحاد الموظفين إلى طاولة الحوار مرة أخرى مليون ونصف مليون لاجئ في قطاع غزة يعتمدون على وكالة الغوثي على نحو مباشر في الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات الغذائية الحوار بين إدارة وكالة الغوث واتحاد الموظفين وصل إلى طريق مزدود إضراب ليومين هو مجرد خطوة تحذيرية يقول الاتحاد ويؤكد أن المقبلة أخطر بكثير مهددا بإعلان لإضراب المفتوح لانا شهين غزة آل ما يدين كشفت وزارة الاقتصاد القطرية أن قطر بدأت إجراءات بحق سعودية أمام منظمة التجارة العالمية متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومن بين هذه الإجراءات الاحتجاج ضد السعودية لحجبها قناة بيئن الرياضية في السعودية إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بيئن داخل السعودية نفت الكويت أن تكون قد أوقفت تصدير الخام إلى الولايات المتحدة ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن مؤسسة البترول الكويتية أن التعاقدات النفطية مع الأسواق الأمريكية ما زالت قائمة وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قد أوردت خبرا مفاده بأن الكويت أوقفت تصدير الخام إلى أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1991 وأن الكويت حولت وجهتها إلى السوق الآسيوية ووصفت مؤسسة البترول الكويتية هذه الأخبار بغير الدقيقة سجل العراق في أيلول سبتمبر الماضي رقما قياسيا جديدا في معدل عائدات نفط الخام مع تحقيق أرباح فاقت 7 مليارات وتسعمائة مليون دولار وأرجعت وزارة النفط العراقية سبب ارتفاع العائدات إلى تحسن السعر العالمي لبرميل النفط الوزارة أشارت إلى أن مجموعة الكميات المصدرة خلال أيلول سبتمبر بلغت نحو 107 ملايين برميل أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية ارتفاع إنتاج البلاد من الخام إلى 11 مليون و360 ألف برميل يوميا في أيلول سبتمبر من 11 مليون و210 ألف برميل يوميا في أب أغسطس وبلغ الإنتاج بالأطنان نحو 46 مليون و478 ألف طن بالمقارنة مع 47 مليون و410 ألف طن في أب أغسطس فيما سجل إنتاج الغاز 57 مليار و540 مليون متر مكعب في الشهر الماضي بما يعادل مليار و920 مليون متر مكعب يوميا إذن بهذا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميالين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة